متى ينعم الشعب المصري بحرية التعبير؟ في بريطانيا سخرت أو سخرت وسائل التواصل الاجتماعي من رئيسة الحكومة شبهوها برأس الخص وضعوا صورها على تصميمات ساخرة جعلوا منها أضحوكة للجميع والسبب أنها فشلت في إدارة البلاد في مصر لا يمكنك أن تذكر السيسي إلا بكل نفاق وتطبيل وترديد لروايات الحاكم ترفع لافت عليها كلمة إرحال يا سيسي فيتم اعتقالك تكتب على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا سياساته فيتم اعتقالك تتحدث في القنوات الفضائية عن مشاكل حياتك الصعبة فيتم اعتقالك تمارس عملك الصحفي والإعلامي وتنتقد السيسي فيتم إدراجك على قوائم الإرهاب دولة بوليسية قمعية لا حرية فيها ولا مجال للتعبير عن الرأي أما في بريطانيا تكتب ما شئت وقت ما شئت تنتقد الحكومة ورئيسها وتهاجم الوزراء وتحاسبهم تتظاهر في الشوارع ضدهم ثم تعود إلى بيتك سالما غالما دون اعتقال أو مطاردة أما في مصر تهمس مع نفسك عن انهيار الاقتصاد وغلاء الأسعار متمنيا رحيل الجنرال فتجد من يعد عليك أنفاسك ويتصنط على همساتك حتى يتم اعتقالك خلاصة الأمر حرية التعبير هي حق وليست مكرمة أو منحة من أنظمة قمعية